تبدأ محكمة أمن الدولة بعد يوم غد الأربعة محاكمة أعضاء خلية الركبان التابعة لعصابة داعش الإرهابية والمقوف على ذمتها خمسة متهمين من الجنسية السورية في تفجير الإرهابية الذي وقع في منطقة الركبان الحدودية في حزيران الماضي ما بين القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يواجه خمسة أشخاص يحملون الجنسية السورية عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت في حال تم إدانتهم بالعملية الإرهابية التي وقعت في منطقة الركبان الحدودية محكمة أمن الدولة تبدأ الأربعاء محاكمة أعضاء خلية الركبان التابعة لعصابة داعش الإرهابية والمتورطين في التفجير الانتحاري الذي استهدف سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حزيران الماضي والتي استشهد على إثرها سبعة من أبناء القوات المسلحة وإصابة خمسة عشر آخرين في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية ووفق لائحة الاتهام فإن المتهمين الخمسة هم بالعشرينيات من أعمارهم ويحملون جميعهم الجنسية السورية وخلال تواجدهم في منطقة الركبان السورية على الحد السوري فقد قاموا بتكليف من عصابة داعش الإرهابية في بلادهم بمعاينة منطقة الركبان الحد الأردني وذلك بتصوير المكان وجمع المعلومات عنه وبالفعل فقد كانوا يقومون بتصوير السرية العسكرية الأردنية في الركبان من عدة زوايا ومن الداخل السوري وتابعت اللائحة فقد قام المتهمون بجمع المعلومات عن السرية وكانوا يعلمون بأن الهدف من ذلك هو اختيار المكان والتوقيت لدخول السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري تابع لعصابة داعش وبالفعل قاموا بإرسال تلك الصور لعصابة داعش الإرهابية